ردود أفعال قوية في الداخل التونسي نددت بالقرار الأحادي الذي اتخذته الرئاسة التونسية بدعوة رئيس الميليشيات الانفصالية للبوليزاريو إلى قمة التكاد بمنأة عن القواعد المعمول بها في إطار الاتحاد الإفريقي وضدا على رأي اليابان أصوات شخصيات عمومية بارزة من الطبقة السياسية التونسية والأوساط الدبلوماسية تعالت للتنديد بما وصفته بالقرار غير محسوب العواقب الخطأ الدبلوماسي الفادح والخروج عن الأعراف الدبلوماسية خطوة اعتبرها رئيس حزب المجد التونسي انحرافا خطيرا وحيادا غير مسبوق عن ثوابت الدبلوماسية التونسية وقال في تدوينة هو انتحار سياسي لرئيس قيس سعيد سيعرض المصالح العليا لتونس ومصدقيتها بين الدول لصعوبات كبيرة وفي نفس الاتجاه قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي ان الرئيس التونسي يتجه نحو تدمير علاقات تونس بالدول الشقيقة والإدرار بالمصالح الدبلوماسية والاقتصادية للبلاد ورأى رئيس حزب الائتلاف الوطني التونسي ناجي جلول أن ما أقدم عليه السعيد يحمل تنكرا للحركة الوطنية المغاربية وخروجا عن الموقف التقليدي التونسي المتسم بالحياد الإيجابي مشيرا إلى نأي الجانب الياباني بنفسه عن استقبال الانفصاليين وذكر رئيس حزب الائتلاف الوطني التونسي بالعلاقات التاريخية بين البلدين مضيفا بأن الدور الذي يجب أن تلعبه تونس هو أن تكون عنصر توافقنا واستنكر الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل محمد الأسعد عبيد استقبال رئيس التونسي لزعيم الميليشيات الانفصالية لافتا إلى أنه حتى خصوم الوحدة الترابية للمغرب لم يتجرأوا على مثل هذه الخطوة في العلن مبرزا خطورة استقبال جماعة لا تحظى بأي اعتراف إلا في الزوايا المظلمة على حد تعبيره وذكر المسؤول النقابي بما بذله المغرب من جهود للوقوف إلى جانب التونسيين في محنة الجائحة وفي الأزمات الاقتصادية مشيرا إلى أن قضية الصحراء شأن داخلي مغربي وعلق السفير التونسي السابق إلياس القصري بالقول أن تونس تقطع بذلك مع سياستها الخارجية المتوازنة في علاقتها ببلدين جارين ومن جهته أفاد ديبلوماسي ووزير الخارجية التونسية السابق أحمد ونيس أنه كان من الممكن تجنب استقبال زعيم الانفصاليين وتحدث عن ردة فعل منطقية ومتوقعة من المغرب وذكرت ديبلوماسية تونسي بزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى تونس في سنة 2014 والتي كانت تحمل رمزية كبيرة ودلالة على دعمه لانتقال الديمقراطي في البلاد كما ذكر باستجابة المغرب لحاجة تونس إلى الدعم في خضم مصاعب الجائحة ترجمة نانسي قنقر